حقق قطاع الكهرباء على مدار العام الماضي عددا من الإنجازات حيث بلغ إجمالي القدرات المضافة نحو 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة تمت إضافة قدرات توليد لـ 17 مشروعا جديدا ووصلت الدولة تنفيذ استراتيجيتها القومية للوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد سياستها على تنويع مصادر الطاقة طفرة كبيرة شهدها قطاع الكهرباء خلال العام المنقدي رغم التحديات العالمية المتلاحقة وذلك بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في قطاع الطاقة في إطار استراتيجية شاملة تضمن تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة فخلال عام 2022 اتخذ قطاع الكهرباء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء لتحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتنبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة مطاع الكهرباء تمنى استراتيجية تهدف لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتقددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتقددة والتي تهدف إلى الوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتقددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035 الاستراتيجية التي تمنتها الدولة جعلت القدرة المركبة التي تم إنتاجها من محطات الطاقة المتقددة بنهاية العام بلغت حوالي 6000 ميجاوات والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرة المركبة من الطاقة المتقددة إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2025 زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتقددة ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 3500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 1430 ألف طن مكافئة نفط فالقطاع يولي أهمية كبيرة للهايدروجين ويسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة ومن خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهايدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة بحدث امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهايدروجين ومؤكبة التطور العالمي في هذا المجال وخلال العام المنقضي أيضاً وقعت مصر على 16 مذكر التفاهم لإنتاج الهايدروجين الأغدر وكذلك الأموية الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية لتستهدف إضافة أكثر من 100 ألف مجاوات خلال عشر سنوات وتسهم في خفض 37 مليون طن سنوياً من الانبعاثات الضارة ويبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات قرابة 84 مليار دولار وتوفر 264 ألف فرصة عمل منها 44 ألف فرصة مباشرة نجاحات أخرى حققها القطاع خلال العام منها تمكنه من إضافة قدرات للشبكة القاومية للكهرباء بلغت حوالي 31 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والعلى من أهم نجاحات قطاع الكهرباء خلال عام 2022 مشاركة مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا وجنوباً مع السودان ويجرى العمل حالياً على دراسة رفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول العربية والتوسع في السوق الأوروبية كما تم التفاوض مع ثلاثة كيانات عالمية كبرى للربط مع الشبكة الأوروبية لتبادل وتصدير 3000 ميجاوات من خلال خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان لتعتمد استراتيجية وزارة الكهرباء على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ترجمة نانسي قنقر